احراق مقر حزب الاصلاح في عدن من قبل مجموعة مسلحة اضرمت فيه النيران ولذت بالفرار حدث يبدو عابرا لو لا ان جاء بعد سلسلة من الاضطرابات السياسية من بينها قرارات التغييرات الاخيرة وما اعقبها من حشود تمخضت عن ما عرف باعلان عدن يبدو ان الاصلاح في عدن لم يشفع له بيانه الذي اعلن فيه اسناده الكامل لاعلان عدن وما عرف بالمكون السياسي الجنوبي كما لو انه كان يدرك جيدا انه الصيد الاول في شبكة الشمولية الجديدة التي تتبلور في الجنوب على مفرقة من فوضى وحريق شيطانة الاصلاح لافتة رفعها الحوثيون وحليفهم صالح لحظة اشتياح صنعاء ومن بعدها اسقطت البلاد برمتها هي لافتة ذاتها التي ترفع الان في الجنوب وتحمل بذور اجندة محلية واقليمية تلوح في افق اللحظة اليمنية الراهنة تتكرر المشاهد في معادلة الصراع اذا وهي تبدأ باستهداف الحالة السياسية كتمهيد لاسقاط الدولة وشرعيتها متابعون يرون ان ثمت اطرافا بعينها تسعى لخلق زوبعة امنية في عدن وشيطانة الاخر بل والدخول في معارك جانبية تلقي باثارها بالغة السوء على المعركة الكبرى خصوصا انها معارك في ارض وادارة الشرعية وتؤثر في المعركة ومصيرها في مواجهة تغول ميليشيات الحوثي وصالح الصورة القاتمة تشير الى ان عدن التي تعاقب عليها اربعة محافظين منذ تحريرها مقبلة على فترة حساسة اذا لم يتم التقاط الفرصة الاخيرة وتشخيص مكامن الخلل من قبل الدولة المعني الاول والاخير بما يجري ضبابية الدوري الاماراتي في اليمن كما يراه مراقبون وصل حد تفسيره بالازدواجية فما بين دعم الشرعية في استعادة الدولة من فك الميليشيات الانقلابية المدعومة ايرانيا وبين دعم فصائل الحراك التي تلتقي فيها مع اجندة طهران تثار اسئلة وتتجلى حيرة الا ان الحكومة الشرعية والتحالف العربي المعنيين بالدرجة الاولى بطبيعة ما يجري لم يتخذ حتى اللحظة اي اجراءات من شأنها الحد من المعارك الجانبية التي تنمو على حساب المعركة الاساسية وهو ما يراه الشارع اليمني قصورا تجاه استعادة الدولة ومواجهة النفوذ الايراني الذي يرى في هذه الثقوب فرصة للعودة مجددا عبر ادوات قديمة متجددة اشتركوا في القناة